أقل العدد هو تتلقى السطاج لأنها مرحلة لازم تدوز منها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في الفيديو رقم 4 من سلسيلات كل ما يخص السطاج في هذا الفيديو سنتعرفه على جميع الطرق التي نفعله من أجل لقاء السطاج وإذا تدارت بطريقة صحيحة أو بشكل تدريجي تأكد أنك ستلقى السطاج في وقت سريع لذلك المؤسسة تقول لك عندك السطاج في الشهر X لا تعرف كيف تقلب وين تقلب أو منين تبدأ وهذا إشكال عادي لأنها أول تجربة لك ودائما تجربة الأولى دينا في أي حاجة إلا وراكاتك يكون فيها بعض العراقل وبعض المشاكل وهذه السلسلة تدارت من أجل تختصر عليك أمور كثيرة من أجل يكون البحث دينا على السطاج منطم ونعرفه كل الناس اللي تواصلنا معهم لازم نتبعو هات الأمور في جدول خاص واللي غدي تلقاه الرابط ديالو تحت الفيديو خده عندكم وطبقوا فيه كل ما غادي نتكار في هاد الفيديو هذا إذن أول فئة اللي كتساعدنا للقاوة السطاج هي المعارف ديالنا اللي هما مثلا مقاول صاحب مشروع طبيب محامي اكستغ علاش هاد الفئة من الناس هما الأوائل باش بدينا لأنهم هما طبيعة ديال خدمتهم كتخليهم في علاقة مع ناس كثيرة في مجالات متنوعة وممكن اتصال منه في الحين يلقى لك السطاج عند واحد من صحابه أو عند شي شركة هو كليون عندهم وفقط شفتي ملحنت لحدكم راه ممكن يلقى لك السطاج بسبب أنه كل نهار كيجيو عندو العشرات من الناس من مختلف الشركات اللي كيجيبو لي السلعة تلحنت دونك راه ممكن يهضر ليك مع واحد فيهم وطلقى عندو السطاج وراه كيجيو عندو لي تكنيسي ومجموعة ديالناس من مجموعة ديال الشركة وهنا ما تنمشيوش بالفكرة ديال أنا كنقلب على السطاج مثلا في الكونطابيليتي أو مثلا في المجال ديال الكتريسيتي باش غادي ينفعني المحامي اللي كنعرف أو الطبيب اللي كنعرف لا أره ممكن ذاك الطبيب غادي يكون كيدير كل ما يخص لكونطابيليتي عندو واحد من اللي كونطابيليتي أو متبع عندو واحد المقاول عندو شركة في مجال ديال الكتريسيتي أو اللي واحد من صحابه اللي دي ما كيريح معاه هو أنجينيور في ذاك المجال ديال كنتا ونفس الأمر بالنسبة لمحاميه والتاجير والمقاول فهما ناس كتكون عندو مع علاقات كتير مع أشخاص مختلفة من مجالات وتخصصات متنوعة إذن حاولوا تواصلوا مع هاد الفئة من الناس لأنها هي اللي ممكن تقدم لكم هاد الخدمة هادي بأسرع وقت ممكن يعني ممكن أنها تدخل وتساعدكم باش تلقاوا استاج في واحد الوقت اللي هو سريع نفتارضوا أنك أنتا ما عندكش علاقات أو معرفة بأي شخص من هاد الفئة الأولى اللي ذكرنا ندوزي للفئة الثانية اللي هي العائلة باك خوك اختك اعمامك خوالك نسيبك أي شخص اللي كتشوفه قريب لك هو ممكن يساعدك ولو الجيران إلا كانت علاقتك بهم زيانا إذن هاد الناس كتوصل لهم الفكرة بأن عندك استاج في المجال إكس وبالطبع غالبا لأنهم قراب لك كيكونوا عارفين التخصص ديرك وماشي غادي تنوضو تقول لي قلب لي يا على استاج إلا إنما مثلا كتقولها لي بطريقة زوينة وغير مباشرة مثلا في ذيك اللحظة فاش كتلاقها مع هاد الفئة هادو من الناس دائما كيكون داك السؤال كيف داير شما أخبارك انت كتنتهز الفرصة وكتقول لي وحاليا مع الجراء كنقلب على استاج وما زال حد الساعة ما بين والو بهذا الجملة البسيطة وصلت لي أنك بحاجة للساعة وإلا شفتي وحسيتي من كلامه أنه بغي يعونك مزيان جيب ليه وراك ودخل معاه في ديطاق مثلا لحطي أنه دوز كلامك وصافي ماشي مشكل مهم راك هذرتي معاه وهكا مع الناس الأخرى اللي من معارفك وكتكون مثلا كتحشم منهم وما قادرش أنك تقولها ليهم بطريقة أو بشكل مباشر دونك تقولها ليهم بهذا الشكل هذا واللي بغيت نوصل أكثر هو ما تبقاوش سدين عليكم وبغيين تديروا كل شي وحدكم وصلوا للناس أنكم بحاجة للساعة بطريقة مزيانة يعني كتوصل له الفكرة بأنك كتتقلب على الساعة ولكن ماشي كتطلبه بشكل مباشر إنما أنت فقد كتوصل له الفكرة بأنك كتقلب على الساعة إلا كان ممكن أنه يدخل راهم زيان ما تدخلش راهم زيان يعني ماشي مشكل راك كينين طرق أخرى وهذا الشي اللي كتشوفو أنت مشكل راهم ممكن يكون بالنسبة لواحد الشخص مجرد عشرين ثانية من المكالمة ويقضي لك غرطك ويتصل بواحد من المعارف دياله وتمشي تستاجي مع راسك نفطارده كذلك هاد الفئة من الناس ووالو أنت واحد ما مقدم لك مساعدة أو أنت ما ما بغيش نهائيا يعونوك ويساعدوك كندزوا الفئة الأخرى اللي هما أصحابك والأساتيدة ديالك بالطبع مهما كان دخصوصك أو مستواك إلا وغادي يكونوا ناس من قبل دوزوا هاد المرحلة اللي انت فيها ودوزوا استاجات من قبل في هاد التخصوص اللي داير انت حاليا فكتمشي دوي معهم ويعطيوك نصائح فاش من شركة في دوزوا استاج وكيفاش دوزوا وكيفاش لقاوه وممكن كذلك أنهم يتواصلون لك مع شي مدير أو لا شي غوسبونسابل في نفس البلاصة في دوزوا أو فقط صحابك اللي راهم كيقرؤوا معاك حاليا في نفس التخصوص كتسول وتعرف دوك الأوائل اللي لقاوه الساش كتسولهم كيف دارو وممكن يساعدوك واش تتخليهم مثلا شي واحد من العائلة واش مشوا فقط أنه لديك لانتخل بخيز ودقوك هما كان قولوه ودفعو ورقهم وعيطو عليهم أو لا كيفاش دونك تاخد معلومات من صحابك ديال يعني الأصدقاء ديال الدراسة ولا الناس اللي كيقرؤوا معاك دابا وكذلك الأستيدة ديالك بطبيعة المجال ديالهم وإلا كانوا كيديروا السويفي ديالستاج فهما كيعرفوا شركات كثيرة في المجال أو فقط ممكن يوججوك مثلا بينك وما بين أستاذك كل هذه بطريقة غير مباشرة إلا كان ممكن قولي الله يجازيك بالخير في نظارك شنو هما أحسن الشركات عندنا في هذه المدينة هادي اللي دوزوا فيها يعني الدرار اللي قرأوا من قبل ستاج واستفدوا بشكل كبير يعني الناس اللي كانوا من قبل في التخصص ديالك على الأقل غادي تستافد منه داك توجيه وعلى الأقل يقدري يقول لك كينا لن تخوى بخيز اكس هنا كينا هنا كينا هادي البيرو هنا يعني على الأقل غادي يختصر عليك مجموعة ديال الوقت وإلا كنتي انت مثلا شخص محبوب عنده وعارفك شخص جدي وكما كنقوله غادي تحمر ليه وجهه مع ناس اخرى رأى احتمال هو يتصل بأحد المعارف دياله وأنا هنا كنقول جميع الاحتمالات اللي ممكنة باش تلقى ستاج وكل واحد فيكم وعلى حسب التخصص دياله وعلى حسب المستوى دياله شنو هي الطريقة اللي غادي تكون أكتر فعالية بالنسبة لي وكيكون جيد جيد مستبعد أنك ما تلقاش ستاج أو أي شخص يقدم مساعدة إلى تبعتي الجدول اللي خليت لكم في الرابط اللي غادي تلقاه تحت تحت الفيديو واللي كتبت فيه الأسماء ديال جميع الناس المحتملة أنها تساعدك تلقى ستاج حسب الفئة ديالهم وتاريخ الاتصال الأول ديالك بهم أول وقت فاش غادي فاش قلت إليه أنك تقلب على الستاج وكذلك غادي يعني فاش غاليك أنه غادي يشوف ليك وغادي يقلب لكن كيكون احتمال إنسان وهات الشي علاش خاص من بعد نحاولو أن تواصله معاه من أجل أننا نفكروه مثلا من بعد واحد خمس أيام أو لا وسبوع نعودو نفكروه نضروه معاه في الستاج ديالنا دونك دابا نفترضو بأن كل هاد الفئات بثلاثة ما نجحوش معاك دونك كندوزو الأمر الرابع واللي هو المواقع الإلكترونية وهنا كيني جوج ديال الأمور كيني مواقع متخصصة خاصة بالستاج وهو اللي غادي يكون الفيديو المقبل وغادي نتعرفو على هاد المواقع كيفاش اللقوا من خلال ها الستاج الأمر الثاني هو كنقلبو على مواقع يعني على السيت ويب ديال الشركة أو اللي ديال بيرو اللي كنشوفو أنه مزيان لنا نصطاجيو فيه وتحاول تشوف الرقم ديالهم تتصل بهم أو ترسل لهم الإيميل اللي فيه جميع المعلومات ديالك ولو أنها تطريقة ما كتعطيش نتائج كبيرة لأغلب الناس لكن على الأقل فاش كتقلب في جوجل وكتكسب مثلا مثلا كتكسب entreprise d'elektricity لك المجال ديالك أنت هو الإلكتريسيتي مثلا أو la société d'elektricity وكتحدد المدينة اللي انت فيها فجوجل كتعطيك خريطة وكتبين لك المواقع يعني الأماكن ديال الشركات في المدينة ديالك واللي ممكن أنك تمشي لهم ودفع لهم ستاج ديالك دونك هنا يا جوجل كيسهل عليك ديك العملية ديال أنك تبقى تقلب في المدينة خاصة إلا كانت مدينة كبيرة دونك كتدير كتقلب في جوجل كتشوف الأماكن كتكتبهم وانت كتحدد شنو الطريقة اللي غادي تدير شحال من سيفي مثلا غادي تدفع كل نهار وكتحدد ذاك التراجي ديالك يعني منين غادي تمشي ومنين غادي ترجع باش بها كتشوف يعني أكبر نسبة من الشركات أنك تلقاه وكيف قلت الفيديو المقبل غادي نشوفه مواقع متخصصة ديال الستاج وكذلك كيفاش اللقاء العروض ديال الستاج لديرين الشركات والخطوة الأخيرة اللي ممكن تدير باش لقى الستاج هي تاخد دوسي ديالك اللي فيه سيفي وكل وثائق اللي متعلقها بستاج وتمشي من الشركة الأخرى وانت كتدفع وتساين واحد فيهم يتواصل معك وممكن أول شركة تقبل دوز عندها ستاج وممكن الشركة رقم عشرة هي اللي تقبلك وعلى الأقل غادي تبقى الدفع تتلقى ما كانش شي حاجة اسميتها شنو هو أقل عدد من سيفي ندفعه أو لا أقل عدد من الشركة نشوفه أقل عدد هو تتلقى الستاج لأنها مرحلة لازم ديالك لا تسمع منك في أي تعليق لا ما لقيتش لا ولو لا ما كي لا ستاج لا ولو هاد الهضرة هادية يعني راه منوعة أنها تسمع راه لبكا وتبقى تشكي في التعليق ما كي عاونك بولو ما غاديش يعطيك أي نتيجة الناس غادي تجارة تلقى الستاج وتخدم وتولي ضرب فلوس كي ما كنقوله وانت باقي عام وعامين وثلاثة السنوات باقي كتشكي وكتبك بلاستك وما يمكنش أي واحد من معارفك ما يساعدكش أو أي واحد من أفراد العائلة أو أي واحد من صحابك والناس معا من قرأتي وهما بالمئات وكذلك جيت جيت مستبعد ومستحيل في الفيديو القادم اللي فيه المواقع الخاصة بسطاج أنك ما تلقاش الستاج وكذلك إلا مشيتي وبقيت كتجارة ومشيتي على الأقل لا لأقل رخصك تمشي الوحدة عشرين وتخل في الخيز تشوفه وكذلك مستحيل تنمشي الوحدة عشرين شركة وتدفع ليها وما تلقاش وكنعود نأكد على ذاك الجدول إكسيل اللي الرابط دياله تحت له فيديو تخدمو به لأنه هو كيت تعتبر هو القيد ديالكم في هاد المرحلة هادي باش تلقاوا الستاج وكتبت فيه جميع أسماء الناس اللي كتشوف أنها محتملة تساعدك ولو أنك تشوف بأنها واحد في المية كتب الإسم ديالها يعني لك أنت كتعتبر أنه واحد الشخص ممكن فردان را يقدر يساعدك بواحد في المية احتمال يساعدك ولو واحد في المية كتب الإسم دياله وحاول أنك توصل معه وحاول أنك توصل له الفكرة ديال أنك راه كتقلب على الستاج وكذلك لازم تمشي العشرين شركة على الأقل راه مجرد تمشي الثلاثة أو خمسة شركة وتدفع ليهم عقلك غادي يقول لك صافح بس ما غنبقاوش نقلبوه على الستاج إلا استمر على البحث تتلقى الستاج الأول هو اللي كيكون فيه اللي كيكون فيه صعوبات شوية من بعد صافي راه كيكون الستاج الثاني والثالث اكستي غا راه ساهلين لأنك كتكون كونتي مجموعة ديال المعارف وعرفتي وكتسبتي مجموعة ديال التقنية والأساليب أنك كيفاش تلقى الستاج بوحد السرعة اللي هي كبيرة وكذلك كين رابط آخر اللي فيه مواضيع خاصة بالستاج واللي عنده أي سؤال أو أي استفسار يخليه ليه في التعليق وكذلك شاركوا معنا في التعليق تجاربكم كيفاش لقيتوا الستاج من أجل تكونوا حافيز الناس اللي غادي يقرأوا تعليقكم وكنتمنى لكم كل توفيق الله يسر لكم يا رب